احنا معنا بعض الارقام لفريرة تمام مع نادي الزمانك كداب حضرك في الورقة وهتطلع على الشاشة حالا نناقشها مع بعض من خلال النتائج لان طبعا فريرة مع الزمانك في البطرات الافريقية في كاس الكونفدرية 2015 لعب 14 مباراة تمام فاس في عشرة تعادل مباراة وحيدة خسر 3 مباراة بالنسبة لي 14 مباراة كابتن عادل نجاح بتلعب هوم وقوي يعني برة وجوه نجاح سجل بقى 28 جول نصهم فيه واستقبل 14 انا مستقتر شوية ل 14 دول معرفش ليه كتير اه بس ما علينا يعني واجه فرق المغرب مرة واحدة في الدور التاني لكاس الكونفدرية بصوا بقى خباك بالنتيجة اللي جاء دي نتيجة غريبة جدا امام الفتح الرباطي وتعدد 0-0 في القاهرة هنا اه وهناك كسب 3-2 في المغرب وبعين خباك الفتح الرباطي من عندها برضو قوية جدا 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 رأيك في الارقام دي وإن هو بيكسب برة ملعبه ممكن يا جماعة تتأكدولي كان مطش كسبه برة وكان مطش على الاردن بعد اذنكو عشان دي مهمة جدا نجح 80% اه عشرة فوز دي حاجة كويسة جدا نجح 80% بقولك 80% اه 80% ما فيش فافصة يعني ارقام تتحدث عن عزم مدارد طبعا طبعا بس برضو لايه بازم ساعة في ريرا اه اه لو حسبنا من 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 يعني بعد بعد الخمسة عشر يناير اه من ساعة الغد النهاردة في ريرا احسن مدارب جنة زمانك اه اه بالورقة والقلم يعني يعني وحتى يعني واخدتين في وقت اه في السنة وراح من هنا باني البطولة التالتة بدربات ترجيح مع الاهلي لو تفتكي البطولة كان الابط اه اللي هي الاسم اللي خسرنا فيها كان في في الامارات او في قطر السوبر السوبر اي السوبر بدربات الترجيح ايوة اه لما لما اه اسموه ايوة قهرباء ضيع ضيع بديك لما اخد الكورة موكد شوه لا يشوه اه اخد الكورة وضيعها الماتش ده انا كنت قاعد وارا في ريرا الماتش ده انا سفيت الامارات اي اي واقعدت وارا في اقعدت في مدرج بتاع الزمالك الورق اللي كان وارا ديكة الزمالك انا مش عايز اقولك الاول ما كهرباء مسج الكورة الراجل عمل ايه اكسم بالله قلت لديح انا قلت لديح لا الراجل نفسه عادل الراجل نفسه جدا وقاعد يخبط ويخبط ويزع وكهرباء مسجر في ريرا ما كانش بيهرق مم ما كانش بيهرق انا بس الوقت هو ايه كان مسيكنا بقى نوات ديه الوقت يمشي تمان سنين تمان سنين تمان ايه او سبعة مم تمام هل هو بنفسه القدرات هي دي بقى اللي ايه هبان بكرة ان شاء الرحمن وطبعا ولست بدي انت رأيك ايه انت رأيك ايه من خلال المدير الفني يعني يعني النهار ده مؤتمر الصحفي مثلا اتكلم ازاي قالك مثلا بكرة يبتكلم لعيبته اول امبارح في الاجتماع معهم قال لهم يا نبقى كل حاجة يا نبقى ولا حاجة شفت الكلمة اه شفت راجل اه اول حاجة كده قالها للعين اه اه انا بقول لك في شوق تلك انا كلمة ايه كسبت المطش ده بالذات هتبقى انت عندك قدرات غير عادية ان انت هتلعب المطشين الجدي البعديه من البترو بترو تلكدو ده ولا هو بتال الجنغولي ولا الانجولي كنغولي اه كنغولي اه والسرجادة ده ولا اسمه ايه اسمه ايه المطشل ده هيبقى فيه كوة غير عادية وهتلاقي نفسك بتلعب في الدوري برضو بكوة غير عادية هتلاقي نفسك الامور ها هتبقى اه طبعا لكن لا قدر الله لا قدر الله لا قدر ان شاء الله ده مش هلا يكون ان شاء الله يعني بإذنها نكسب هيحصل دور بزومايال انك مش هتكون ولا حاجة ايو قالك لنفس كل حاجة يعني نخسر كل حاجة وخصة الادية المصرية زي الاهلي والبرمز مششن بخطوات معهم من المصري باين المصري مششون بخطوات المصري في الالكونفتورلية هو اه ماشش بخطوات كويس كسب ثلاث متشد برا ما لعبه وكسب سبع على ملعبه يعني كسب استفاقسي فاكر متشد استفاقسي ده رعزول اه ده تلتة واحد زي ماخ وكسب اول متش ربطي وكسب اورلاندو اه في اورلاندو في اتنين واحد حتى في النتائج مش واحد سفر لا ده تلتة واحد اتنين واحد تلاتة واحد تلاتة اتنين فعنده قدرة هجومية الارقام بتقولك انه هو بيجيب جوال طب اقولك حاجة ماتش بتاع الاهلي والبرمز بيلعب للمكسد ماتش نخر برمز على المام ماتش على برمز انت تقول ان انت ديها تلاتة صفر ولا البرمز كان وحش برمز كان كويس جدا في الماتش في الاس تقول لنا اهلي تساعد برمز لأ ما تساعدش الماتش انا بتكلم ككورة يعني لأ برمز كويس بس الظروف ما ساعدتهش هو اخطاء من لعب برمز اكتر منها يعني تلات اخطاء يعني في الكرة اتعد اهلي يضغط ياخدوها يجيب وجون في حاجات لا وصل الماربل اهلي اكتر من الاهلي وصل الماربل بس هي الظروف ما ساعدتش هي كرة ايه كرة ايه لا الكرة نقول زي اخلاص اه روح غير عادية يعني حس بايه حس انت اصلا انت انت بتاعفن الزمالك يعني انا بقول لهم انت بتاعفن الزمالك انا الزمالك ده ما يقلش عن اي نادي في العالم بقوته يعني النهاردة اي ما كان في العالم اهلي وزمالك او زمالك واهلي لأ حاجة جمدة جدا فانت النهاردة لازم ايه لازم انشاء روح ما بفضل ربنا علينا لازم بكرة يكون لك شاء عشان تقدر تكمل المسير وده يمكن اهلا زي ما انت قلت في الهرة اهلا كون او لا تكون بالزبط